السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. النهار ده ان شاء الله نتكلم في المسألة راحية الدوت 9. نتكلم عن زي الهواضح عندنا في الشكل ده. وبقول نستوريش تاني ده. طبعا انا عندي ايه التانك ده مليئة مليئة لحد فين? هو بيقول لي كده مليئة لحد المنتصف بتاعه كده هو واعتبر انه من المنتصف بتاعه هيبدأ يحط المحور بتاع واي عنده وحيعتبر ان واي بزيره من عند المنتصف. طيب ايه القصة? القصة كلها انه بيقولي ان الليكويت ده بيحصل ان هو بيديني الديماند بتاعي عند كونستانت في رية كيو بتاعتي كونستانت. ولكن عندي الري سابلايت بيخش اللي الان بتاعه اه بتلاتة كيو سانت اه بتلاتة كيو ساين تربيتي. ايه القصة طيب? القصة ان انا عندها دلوقتي فيه ان هنا. تمام? وفيه اوت. خلاص? وهو طالب مني والتانك مليئة لحد المنتصف بتاعه. وطالب مني بيقولي انا عايزك تستخدم يعني بيقولك الارتفاع بتاع المية في التانك ده خلال عشرة ايام اه هيبقى كام? علما بان بتاعتك نص دي والبرامتر فاليوز ار ايه مديني الاريا بتاعت التانك حوالي الاريا بتاعت التانك حوالي الف ومتين وخمسين ميتر تربيع. وبيديني الكيو الكونسانت فلوريت عندي بحوالي ربعمية وخمسين ميتر كيو بيك بردي وطبعا قال لي اسيوم اللي عندك انه الواي طبعا هتبتدي بالزيو. اه دايما احنا بنقول ان احنا عشان نتعامل مع المسائل اللي زي كده فلازم نفهم الفيزيكال المواضي الاول موصفه صح. وبعدين اه نجيب الموا игрات وانسين ان انا جبت المى الموادل اآ اه ببدأ اه اه هشوف انا عنديها مسلا الانجابيك ويشن اا عنديها او عنديها ديفرينشل اكوشن. فلاني فالانجابيك ويشن من طبعا الترق المشهورة جدا ان احنا نحلها واسهل طريقة اسمها الائلورميسوت. دي اول طريقة يعني. والهدف ان احنا نحول ديه تعالجابيك ويشن عشان انه يعرف نحلها او الكمبيوتر يعرف حلها لان انا ممكن اجيب اتريشن باول اتريشن تاني اتريشن لكن انا اروح اشتغل بي ستيب سايز نص واشتغل عشرة فانا صعب ان انا اعمل اتريشن دي كلها طيب انهما تقريبا احوالي اتريشن فهو طبعا بيديني الفيزيكال موضيل عندي هو وصفه ده الفيزيكال موضيل بس تعال نشوف تعال نشوف احنا القصة دي هنعملها ازاي يعني هنتنقش فيها حاجة بسيطة انا دلوقتي عندي المية هنا المية ده الان بالنسبة لي طبعا دخلت التانك وطلعت من الاوت تمام طيب فبمنطهة البساطة لو انا بدخل شوية مية في شوية منهم هيتخزنوا هسميه التخزين بتاعي المية اللي هتتخزن فالمية اللي هتتخزن عندي هتعمل ايه وانا بقول خلال عشرة ايام انا عزر ارتفاع التانك هيبقى كامل ارتفاع التانك ده مترجم انه الحجم بتاع المية ذات فده هسميه خلاص طيب فالن في شوية منهم اتخزنوا في التانك وفي شوية طلعه يبقى انا كده ممكن اجيب اوصف اقول ان الن بتاعي بيساوي اللي تشينج ان فوليوم زائد شوية المية اللي انا دخلتهم عبارة عن شوية اللي تخزنوا زائد الاوت وبالتالي اللي تشينج ان فوليوم هو هيساوي ايه الان نايس ايه نايس الاوت هو ده اللي قاله لك هي دي العلاقة اللي موجودة عندك خلاص اللي هو بيساوي الان نايس الاوت طيب انت باش مهندس ليه بتقولي الكلام ده لان هو بنتاه البساطة دي مسألة عبارة بسيطة جدا ممكن الدكتور ياجي روح شيل لك الحتة دي كلها او الممتحن ياجي يشيل لك القصة دي كلها ويقول لك وصف يا باش مهندس ده السيستم سهل فمفوض طبع انت عارف ازاي تتجيب اه توصف المسألة دي كفيزيكا الموديل تمام طيب بعدين بعدين انا عارف ان تشينج في فوليوم ده معناه الدي في باي دي تي بيتغير بالنسبة للزباب بيساوي ايه بيساوي الكيو ان اللي هو الفلوليت اللي داخل ناقص الكيو ايه اوت طيب الدي في باي دي تي تعال نشوف كده هندسة الدي في باي دي تي عبارة عن ايه الدي باي دي تي بافتح قوس الفي دي عبارة عن ايه عبارة عن مساحة القاعدة في الارتفاع لان ده حجم السطوع خلاص وبعدين بيساوي الكيو ان عبارة عن تلاتة كيو ساين تربية تي ناقص الاوت عندي بي كونستنفل ريت اللي هو الكيو جبتكككولم دي عنفين ادي هو قالي ازا كنتم سويلة تلاتة كيو ساين تربية ده الان وعند ال اوت وهو وصفها لك هنا يعني مشا بس انا في الاولار اخرا مهمني جدا ان اقولك المعدل يوصد ازاي اللي ان هي بسيطة جدا طيب الاريا عندي دي كونس تقدر تطلع بره ايه التفاضل تمام فهيبقى عنديها ايه هيبقى عندي والاتش دي ممكن اعبر عنها باي الاتش اللي هو ارتفاع ده ارتفاع مسلا ممكن اقول هو هو نفس الواي بالتالي هيبقى عندي دي واي باي دي تي والاريا بدل مضربها هنا هروح اسمها هيبقى عندي تلاتة على اه اه تلاتة في الكيو على الاريا ساين تربيع التي ناقص الكيو دي العلاقة الموجودة عندي اللي هو الدهالة اكيه في الاخر ده بالنسباني الماثيماتيكال موديل تعالى كده بس كده اهو عشان بس ايه ده الماثيماتيكال موديل طيب وده ده بالنسباني الفيزيكال موديل فهمت السيستم بتاعي ماشي ازاي بعدين روح تعوضت عن كل تيرمي فيه بمعادلة علاقة رياضية علاقة رياضية في الاخر تتحقل عندي ايه من فيزيكال موديل لماثيماتيكال موديل طيب اه انا الحد الوقاتي لسه وده اشوف مسألة فتعال شوفه بولك يوزل ايه لورمسوت طب تعالى تحط تعمل ايه تحط بتاعي بقى ايه اللي عندي اللي عندي انه بيقول لي ان عندك الاريا بالف امتين وخمسين متر تربيب والكيو بربعمية وخمسين متر تكائيب بردين وعندك هتبدأ من التيل من زيرو هتمشي بستبسايز نص لحد عشرة دي طبعا السلوب ده شغل البتلاب ان انا اكتب زيرو هتزيرو بنص نص عشرة يعني افهمها كده معايا والواي هيساوي زيرو دي الواي انا شغل طيب هو بيقول لك يوزل ايه لورمسوت دي كنا بنقول انه لو انا قلت الدي واي باي دي تي هي نفسها الدي واي باي دي تي فتعال الفك دي واي باي دي تي عبارة عن واي اي بلاس ون نقص الواي اي على الدي تي اي بلاس ون نقص الدي اي هيساوي الدي واي باي الدي تي وحيبقى الواي اي بلاس ون لو انا حبيت اخليها في طرف لوحدها هيبقى عبارة عن الواي اي زائد الدي واي باي الدي تي في تي اي بلاس ون نقص تي اي طبعا تي اي بلاس ون دي بقدر نقول عليها هي ايه هي ايه هي اللي هو الدلتا تي تمام اللي هي باي عندي بنص دي ادي هي دي الدلتا تي اللي هي بنص دي طيب ازا لو انا حبيت اجيب آآ ابدأ مسلا اشتغل بالايلور ميسود واجيب الارتفاع بتاع التانك بعد نص يوم بعد يوم بعد يومين ونص بعد يوم ونص بعد اتنين بعد ثلاثة ونص بعد اربعة بعد خمس ونص خلاص فهو الراجل راح جاب لك العلاقة على جاب لك دي واي باي دي تي اهي اللي انت هتستخدمه في معادلة دي واي باي دي تي اهي وعندك اللي هي بزيرو وعندك الدلتا تي اللي هي بنص طب تعال نشوف لو انا حبيت مسلا اشتغل اول اول اتريشن فاول اتريشن بقات نص دي خلاص انا حابدها من زيرو طيب فهيبقى الواي نص هيساوي اللي هو بعد نص دي يعني الاتفاع بعد نص يوم هيساوي الواي انيشل هستخدم المعادلة دي الواي انيشل الواي انيشل كان بكام انا انا حابدها من هنا بزيرو خلاص محدش يقول لي بنص ارتفاع لا مش نص هو احنا اخدنا اللي بل من عند اه لما كان مليان نصه هناخد اللي بل ده من اللي بل ده كده هو هو ايه اه زيرو يبقى نص زايد ايه هابدع عدم يعني من اللي بل ده زايد الدي واي باي دي تي الدي واي باي دي تي فين بقى اللي لقب بتاعت الدواي بيدي اهي تلاتة في الكيو ساين تربية تي مقس كيو علي طيب فتعال هنشوف كده اه حاجة اعوض هقول تلاتة في طبعا نفتح قوس كده تلاتة في الكيو عندي بربعمية وخمسين طبعا نخلي البالي لوحدات متر تكعيب وهنا متر تربية بتين وخمسين في الصاين الصاين اه عندي اه تربيع والتي بكام التي هتبقى التي انشل التي هيبقى التي انشل يا باش مهندسين يبقى التي انشل بكام تي بزيرو خلاص ناقص الكيو اللي هي بربعمية وخمسين على الف متين الف متين وخمسين وبعد كده في القوص بتاعي واضرب في الطايم ستيب اللي هو نص فهلاحظ ان التربيع ده صاين زيرو كامل زيرو خلاص التربيع ده كله هيبقى بزيرو خلاص ويبقى عندي ايبقى اه ربعمية وخمسين اه على الف ومئتين وخمسين بفي النص تعالى نحسب دي كده هيدهالب كام؟ هيديني ان الواي الواي عندي بعد نص يوم بتساوي كام؟ بتساوي سالب ٨ خلاص يعني الواي عندي ايه؟ الواي عندي هتقل خلاص شباب؟ طيب اه لو انا روحت جيت بقى جيت اخش على الاستيب رقم اتنين استيب رقم اتنين عندي همشي تو اتريشن نوصل اليوم بقى فالستيب رقم اتنين استيب رقم اتنين اللي هو ات وان دي هيبقى الواي انشل عندي بكام؟ الواي انشل لانها اخر واحدة تلعطها لسالب ١٨ متر والتي انشل هيبقى بنص والدلتا تي هيبقى بنص برضه خلاص هنحتاج حاجة تاني؟ تعال نشوف طيب اذا اجي اعوض في الالاقة هيبقى عندي ايه الواي واحد هيساوي الواي انشل اللي هي بسالب الواي انشل شباب يعني خلينا نقول الواي اي بلاس ون نكتب لك تاني يساوي الواي اي زائد الدي واي باي دي تي في الدلتا تي طيب الواي اي بلاس ون اللي هي واي واحد هيساوي الواي اي الانشل اللي هي احنا قلنا بكم؟ بسالب ٨ زائد الدلتا تي بنص دلتا تي عندي اهي دي بنص وافتح قوس بقى واحط بقى دي واي باي دي تي اللي هي بكم بقى تعالى تاني تلاتة في الربعمية وخمسين على الالف ومتين وخمسين اه ساين تربية التي اللي هي بنص ناقص الكيو على اي اللي هي ربعمية وخمسين على الالف ومتين وخمسين تعال احسب العلاقة دي كلها يبقى سالب 18 يعني سالب 18 من 100 زائد النص في 3 في 450 على 1050 ساين تربية نص مائس 450 بالمناسبة الساين تربية نص دي تبقى تحول تتأكد ان انت حولت القلة بتاعتك بالرديون تمام طبعا عشان احنا عالفين في اوميجات والقصة دي بتاعي يعني حول دايما احنا في المسال بتاعتنا الفيزياء بان يشتغل بالرديون ما لم يذكر خلاف ذلك يعني فدايما تتعامل معي بالرديون يعني طيب ايه الواي عندي الواي واحد هتساوي آآ سالب بوينت اتنين تلاتة آآ تاني كده آآ سالب تمنتاشر من مية زاد النص فيه تلاتة فيه ربعمية وخمسين على الف ومتين وخمسين ساين مص تربية ناقص على الف ومتين وخمسين تمام اتنين تلاتة خمسة تمانية تمانية واحد متر يعني تقريبا سالب اربعة وعشرين متر يعني الحجم بتاعي خلال يوم نزل كام لخلال يوم يعني لو انت عاوزت تحسبها فهتلاقي ان الحجم بتاعي خلال يوم مسلا طبعا آآ كان مينس الف ومتين وخمسين في الارتفاع اللي هو اربعة وعشرين من مية يعني حوالي كام حوالي مينس تلتمية متر مكعب يعني خلال يوم التنك بتاعك نقص تلتمية متر مكعب خلاص ده نقص مقصام تمام مش مهندس فكده باذن الله تعالى كده احنا اعتبر ايه خدنا المسال بتاعنا ويشوفنا ازاي هنطبق ايه له طبعا هو طالب منك من زيرو لحد قلنا كام عشرة ايام فطبعا آآ يعني في الامتحان بيبقى مطلوب منك مثلا توستب لحد يوم او يوم ونص او يومين ممكن تشتغل اربعة ايتيريشن او تلاتة ايتيريشن ، اه لكن في حال ان انت интересно ب franchiseون عاشرة ايام فانت هتضطر لتروح بقى تفتهم على المق الامتحان على المكسل عندطبقى احنا قصو بتاعنا اعتمد على المثلابique هتروح تتاهر سبقى المثلاب على المثلاب ويزا يتعمل مثلا م そうNO العلاقة الرياضية بتاعتك اللي نتطلعتها بتاعت الإيلوريكوشن وتعوض بالT من 0 وTime step نص وعندنا لحد 10 تيام كمال لو عايز تعمل بلوت وتشوف الانتفاع بتاعك حمشي ازاي تبقى للعلاقة اللي موجودة دي تمام فموفقين ان شاء الله باش وانسين وفي مسألة تانية بازجا تعالى لو في وقت بإذن الله معي ان انا قادر اعملك ازاي نكتب متلاب على بالنسبة للمسألة زي كده فان شاء الله مش هتأخر بالتوفير